السلام عليكم مرحبا أصدقائي وها قد عدت لكم في فيديو جديد في فيديو اليوم وبإذن الله تعالى سوف نقدم لكم اختبار في مادة التربية الإسلامية عندنا اختبار الفصل الثاني اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائية مرحبا جميعا النووذج رقم 4 وقد نزلت ثلاث فيديوهات من قبل يعني سلس نماذج من قبل هنا عندي سلس نماذج من قبل يعني نفس الشيء نفس المحتوى اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائية ولكل من يريد مشاهدة هذه الفيديوهات التي نزلت من قبل على القناة روابط هذه الفيديوهات سوف تكون في صندوق الوصف لكل من يريد مشاهدتها وقبل أن نبدأ الفيديو السيقائي لا تنسوا الزر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس تنبيهات ليصلكم كل جديد وأتمنى أني سأكون عند حسن ظنكم التمرين الأول التمرين الأول التعليم أكتب عبارة صحيح أو خطأ أكتب عبارة صحيح أو خطأ هنا في التمرين الأول أعطاني مجموعة من العبارات أو الجمل وسنقرأ هذه الجمل ثم نكتب صحيح أو خطأ أمام كل جملة حسب إذا كانت الجملة صحيحة أو إذا كانت الجملة خاطئة يعني هنا راح نكتبه صحيح أو خطأ أمام كل جملة راحنا نقرأ الجملة هنا أعطاني أربعة جمل الجملة الأولى التعاون يساهم في تأخر الوطن التعاون يساهم في تأخر الوطن يعني التعاون هو سلوك سلبي راح يس Vedem الوطن يتأخر هنا راح نجلبه صحيح أو خطأ التعاون يساهم في تأخر الوطن الجملة الثانية إفشاء السلام من الاستقامة إفشاء السلام يعتبر أحد علامات الاستقامة إفشاء السلام من الاستقامة هنا نحن نقوله صحيح أو خطأ ثالثا أو الجملة الثالثة المسلم يؤذي من هو غير مسلم المسلم الإنسان المسلم يؤذي من هو الإنسان الغير المسلم هنا نحن نكتبه صحيح أو خطأ المسلم هنا نركزه المسلم يؤذي من هو غير مسلم صحيح أو خطأ والجملة الرابعة والأخيرة يعود المسلم هنا يعود المسلم جاره غير المسلم إذا مريض عندنا يعود المسلم جاره غير المسلم إذا مريض نكتب صحيح أو خطأ التمرين الثاني التمرين الثاني التعليمة اربط بسهم هنا لدينا مجموعة من العبارات في الشطر الأول ومجموعة من العبارات الأخرى في الشطر الثاني وسنربط بين كل عبارة في الشطر الأول بالعبارة المناسبة لها أو التي تكملها في الشطر الثاني أولا سنبدأ بقراءة عبارات الشطر الأول أولا الاسرة هي مهد الإنساني الاسرة هي مهد الإنساني هذه الجملة الأولى الآن نعرف الجملة الثانية تسعد الاسرة بالتعاون تسعد الأسرة يعني تصبح سعيدة بالتعاون بتعاون يعني بتعاون من وأيضا إذا صلوحة الأسرة نكمل والجملة الرابعة يكون المجتمع سعيدا نكمل من شطر ثاني وقد كان الرسول هنا جملة الأخيرة والخامسة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل وسنكمل من شطر ثاني الآن نقرأ الجملة 11 شطر ثانية عندي صلوحة المجتمع كله صلوحة المجتمع كله والجملة الثانية بسعادة كل أسرة فيه ثالثا في أحضانها يترعرع ثالثا في أحضانها يترعرع أرابعا أفرادها وقيامهم مع فوامنا بواجباتهم أفرادها وقيامهم بواجباتهم والجملة الأخيرة هنا من شطر ثاني أسرته معاملة حسنة أسرته معاملة حسنة التمرين الثالث التمرين الثالث نقرأ السياق هنا السياق إذا استقر الإيمان في القلب أثر تأثيرا إيجابيا على سلوكاتنا أعيد إذا استقر الإيمان في القلب أثر تأثيرا إيجابيا على سلوكاتنا أكمل ما يريد طلب مني أن نكمل من آثار الإيمان هنا نلاحظه خلالي ثلاث فراغات يعني هنا وشو ندير رح نذكر ثلاثة آثار كي يقولي آثار معنىها علامات أو أمارات تدل على الإيمان إذن هنا من آثار الإيمان سنذكر ثلاث آثار أو ثلاث علامات أو ثلاث أمارات أمارات أي بمعنى علامات الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية ذرب الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء فتح مكة مثالا للبشرية في العفو عند المقدرة ذرب الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء فتح مكة مثالا للبشرية في العفو عند المقدرة في هذا السياق يعني في السياق هذا تحدث عفوا يعني نعطي لك السياق وقال لك تحدث عن سبب فتح مكة ومتى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وكيف عامل قريش وبما فاجأهم بعد فتحها يعني هنا على وش نحن تحضر في الوعد مجي هنا عن سبب فتح مكة وأيضا متى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وأيضا كيف عامل قريش وبما فاجأهم بعد فتحها يعني هذو كامل راح نتطرق لهم يعني نحاول ندر فقرة صغيرة إجابة التمرين الأول إجابة التمرين الأول أكتب عبارة صحيحة أو خطأ لدينا أربعة عبارات سنكتب صحيحة أو خطأ وهنا حسب إذا كانت العبارة صحيحة أو خطأ التعاون التعاون عبارة الأولى وهي التعاون يساهم في تأخر الوطن هنا نحن نقول خطأ بل التعاون يساهم في تقدم الوطن لا تأخره فهو سلوك إيجابي وإفشاء السلام من الاستقامة أو من علامات الاستقامة وهذا صحيح إفشاء السلام يعتبر أحد الأمثلة أو هو يعتبر مثال من أمثلة الاستقامة ثالثا المسلم يؤذي من هو غير غير مسلم هنا سنقول خطأ المسلم لا يؤذي من هو غير مسلم رابعا يعود المسلم مجاره غير المسلم إذا مرض وهنا سوف نقول صحيح إجابة التمرين الثانية سنربط بساهم بين جمل الشطر الأول وجمل الشطر الثاني لكي نكون جملا ذات معنى إذن الجملة الأولى الأسرة هي مهد الإنساني في أحضانها يطرعرع هذه الجملة الأولى الجملة الثانية تسعد الأسرة بتعاون أفرادها وقيامهم بواجباتهم تسعد الأسرة بتعاون أفرادها وقيامهم بواجباتهم إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كلها ويكون المجتمع سعيدا بسعادة كل أسرة فيها وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل أسرته معاملة حسنة التمرين الثالث الإجابة هنا عندي قال لي أكمل ما يلي سنذكر ثلاثة من آثار الإيمان أولا يقربنا من الله تعالى ويحبب إلينا الطاعات والأعمال الحسنة ثانيا يجعلنا نبتعد عن المعاصي والآثام أي كل ما حرمه الله تعالى أي عامة المحرمات ثالثا طهارة القلب وطمأنينة النفس طهارة القلب وطمأنينة النفس الوضعي الإدماجي الآن وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا للبشرية في العفو عند المقدرة إذ عندما نقضت قريش صلح الحديبية وسمحت بقتل عدد من حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج في رمضان من السنة الثامنة للهجرة في عشرة آلاف مسلم سرا ليفاجئ قريشا ويفتح مكة وعندما دخل مكة في العشرين من رمضان حطم الأصنام وعف الرسول صلى الله عليه وسلم عما أساء إليها ففتح قلوب أهل مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا إذ قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وها قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر